موسيقى توقيت جاك جدا ان احنا النهاردة نجتمع علشان نشارك مع حضراتكم خطة الدولة المصرية للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية الكبيرة اللي احنا النهاردة العالم كله بيواجهها ومصر طبعا ليست في معزل عن العالم وحستأذنكم ان انا حقف واتكلم معاكم على اساس ان احنا نعرض بالتفصيل احنا كدولة ايه اللي بيحصل النهاردة وان شاء الله كدولة مصرية احنا بنتحرك ازاي ويمكن اهم شيء ان يمكن هذا المؤتمر طبعا كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نوجه في افطار الاسرة المصرية في شهر رمضان ان احنا نعمل هذا المؤتمر الصحف العالمي عشان نعلن بصورة واضحة خطة التعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية ايه اللي احنا شغالين فيه وايه اللي حنعمله في خلال الفترة الجاية اخزم في الاعتبار ان المؤشرات وان احد السيناريوهات ان هذه الازمة حتطول لمدة اكتر من اللي كان متوقع انها تنتهي عندها والحي يمكن عشان كده اسمحوا لي ان انا حبدأ في البداية ودي حيبقى محاور الكلام معاكم ايه اللي بيحصل النهاردة في العالم لان احيانا يعني بيبقى فيه سياق في الكلام والنقاشات والحتى النقد كما لو كنا ان اللي بيحصل في مصر ده يعني مشكلة محلية وليست هي مشكلة النتاج مشكلة عالمية في الاساس وبنشوف مع بعض تداعيات هذه الازمة على الاقتصاد المصري ازاي وايه اللي احنا ان شاء الله الدولة شغلة فيه وحتشتغل فيه في خلال الفترة الجاية ويمكن دي كلها نقاط شديدة الاهمية ان احنا نعلنها النهاردة علشان يبقى كل العالم وكل المصريين عارفين الدولة المصرية بتتحرك ازاي ويمكن هي دي النقط اللي هنركز عليها علشان نؤكد عليها في خلال الفترة القادمة ازاي الحكومة المصرية والدولة المصرية هتعزز من دورك بتاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتزيد من عملية توطين الصناعات والصناعات الوطنية بالذات والاعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة هننشرت البورصة المصرية ازاي والاهم هنستمر ازاي في اجراءات الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الاساسية للمواطنين هو ايه اللي بيحصل في العالم دلوقتي عشان بس يبقى كلنا عارفين اللي بيحصل احنا بنتكلم على اسوأ ازمة يمر بيها العالم كله منذ العشرينات من القرن الماضي يعني من مئة سنة دي اسوأ ازمة وكل العالم بيقول دي اسوأ ازمة بيمر بيها العالم لم تحدث منذ بعض بيقول يا اما من فترة الكساد يا اما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية التانية يعني برضو من حوالي تمانين سنة لم يشهد العالم الازمة اللي موجودة دلوقتي وبالتالي اللي اتحسب ان هناك خسائر قدرت بحوالي اتناشر تريليون دولار في العالم كله فيه الناتج الاجمالي للعالم الناتج اللي احنا بنطلق عليه الجي دي بي او حيسموه بقى الناتج العالمي توقعات النمو بتاعت الاقتصاد في العالم كل المؤسسات نتيجة لهذه الازمة ابتدت تخفضها بعد ما كان فيه تفاؤل حنخلصنا ازمة كورونا ابتدى الناس كلها تقولك لأ دي الازمة دي جت وابتدوا يخفضوا معدلات النمو والزيادة اللي هتحصل في الاقتصاد في العالم كله وابتدت المؤشرات بعد ما كانوا بيتكلموا على اربعة واربعة من عشرة بقوا بيتكلموا على تلاتة وستة من عشرة وكل المؤسسات المالية بتقول ده كمان تلاتة وستة دي هتنزل عن كده في خلال الفترة الجاية وبالتالي يعني انا بقول لحضركم عشان نحس برقم الاثناشر تريليون دولار دول عبارة عن ايه دول عبارة عن خمس امثال الناتج المحلي لقارة افريقيا كلها بتاع السنة اللي فاتت عشان بس نعرف حجم الخسائر الاثناشر تريليون دولار دول يعدلوا الناتج المحلي الاجمالي بتوع اربع دول في اوروبا اللي هم اكبر اربع دول المانيا وفرنسا وايطاليا وانجلترا غير انه هو يعادل ست امثال الناتج المحلي او اسف الناتج المحلي الاجمالي لست دول اسيوية من النمور والدول المتقدمة في اسيا يعني احنا بنتكلم على ازمة لم يشهدها زي ما بقول لحضركم كل اللي عايشين النهاردة على الكوكب لم يشهدوا هذه الازمة من قبل النهاردة بقى كل بيتكلم على الاستثمارات الاجنبية المباشرة بقت بالسالب يعني الناس بقت بتخرج مش حتى بيحصل طباطق كل الكلام ده كان ليه تأثير شديد جدا على حتى حركة التجارة وتبادل السلع النهاردة منظمة التجارة العالمية بتقول ان العالم كله حيشعر بكلفة انخفاض التجارة العالمية والانتاج بسبب هذه الحرب وهذا الصراع وحيظهر في تضاعف اسعار الغذاء والطاقة وحيحصل توقف السلع عن الانتقال بسبب هذه الازمة وبالتالي هم بيقدروا فقط الخسائر بتاعت التجارة جزء التجارة الوحده قربة 300 مليار دولار النهاردة نتيجة لكل الكلام ده الدين العام على مستوى العالم بيتفاقم لان برضو كان احد النقاشات طب احنا الدين بتاعنا زاد طب هو على مستوى العالم اللي حصل الدين زاد في الفترة الاخيرة في العالم كله بنسبة 351% بقى اجمال الدين على الحكومات في كل العالم وصل الى 303 تريليون دولار ده على مستوى العالم النهاردة فيه اصباح الدول في حالة مديونية حرجة بالفعل وتقال ان هذا الكلام في تقارير 60% من بلدان العالم الاشد فقرا اصبحت النهاردة فيه يعني حالة حرجة وابتدت حضركم اكيد عارفين وامتابعين ان في بعض الدول ابتدت تعلن عدم قدرتها على سداد التزاماتها الكلام ده هيبقى 80% من مديونية الاسواق الناشئة النهاردة بقت جزء مهم جدا وبقى قيمة كبيرة جدا النهاردة من حجم الدين العالمي التضخم الغير مسبوق واللي حضركم شايفينه في حجم وقيمة الاسعار اللي ابتدت تحصل انه وصلنا النهاردة في التضخم الى 9% على مستوى العالم الارقام دي معلش حضركم لو نرجع بارقامنا يعني في الدول المتقدمة اللي احنا بنقول استقتصادياتها مستقرة كانت التضخم ما بيوصلش حتى الواحد في المية او 2% النهاردة بقى بيحصل 9% وبقت النهاردة يمكن ادي خريطة اللي لسه طلعة بتوري نسب التضخم عاملة ازاي يمكن يعني زي ما حراكم حتشوفوا مصر في الكاتيجري اللي هو ما زال اللي ما بين 6% ل 10% نسب التضخم بتاعتنا بتزيد بينما دول تانية اللي حراكم اعلى مننا حراكم شايفين فيه ارقام فيه دول فاقت الـ 25% نسب التضخم وزادت ودول بقينا بنسمع زاد فيها التضخم لـ 50% و60% فكل ده بقى النهاردة عامل ضغوط هائلة على العالم وبالتأكيد الدول النمية بتبقى عليها الضغوط اكبر انا بس حدر حراكم وحتوقف احنا هنا عاملين مقارنة لاسعار السلع الاساسية انا بس مختار 3 ا4 منه ما بين مايو 21 ومايو 22 انا هتكلم فقط على الامح والبترول الامح كان 8 طن في مايو 21 270 دولار النهاردة 435 دولار 8 طن طب في دولة زي مصر بتستورد مايقرب من 10 يبقى حضراتكم بدل ما كنت بادفع 10 مليون كنت بادفع 2.7 مليار دولار بيت حدفع 4.4 مليار دولار انا بستورد فقط نفس الكمية انا مش هتكلم على ان احنا بنزود نتيجة للزيادة السكانية لا انا فقط بتكلم على هذا الموضوع بنتكلم على البترول كان 8 البرميل 67 دولار النهاردة 112 طب مصر بتستورد قديه 100 مليون برميل في السنة كنت بادفع عليهم 6 و 7 من 10 بقيت دلوقتي مضطر ادفع 11 و 2 من 10 انا بس بدي لحضراتكم عشان كلنا نبقى حاسين بعظم الازمة مش في مصر في العالم كله بيحصل ايه وده اللي خلى النهاردة دول كثيرة جدا تبدأ تتجه لموضوع الحل الموضوع بان التشديد النقدي وكلنا طبعا تبعنا القرارات اللي خدها البنك الفيدرالي الامريكي اللي عمرها ما حصلت بقالها اكتر من 20 سنة يزودوا نسب الفايدة عشان يشددوا شوية الحركة ويكبحوا الجماح وده وتبعت طبعا قرارات البنك المركزي الفيدرالي دول كثيرة جدا رحت على طول رفعة بنفس الفكرة انا بس بوري حضركم قد ايه احنا في خضام ازمة العالم كله النهاردة بيعاني منها كبيره وصغيره وبالتالي ده كله لان خلاص احنا في عصر ما بقاش الموضوع الدولة تستطيع انها تغلق حدودها على نفسها وتقول انا بمعزل عن العالم الكلام ده ما بيحصلش اي تأثير لاي ازمة عالمية بيأثر في العالم كله فالنهاردة لازم نحن نبقى حاسين بماذا التأثير الشديد لهذه الازمة على العالم كله وبالتالي النهاردة كل المؤسسات الدولية ويمكن انا كنت بقول مع زملائي من الوزراء والمجموعة الاقتصادية انا بقولها هو اتحدى اي خبير عالمي النهاردة يطلع يقول كيف سيكون عليه شكل الاقتصاد العالمي في خلال سنة سيطرة من حالة عدم يقين ما حدش عارف بكرة حيحصل في جه انا بقول لها راكم لان ده كله بيفرد عبء شديد جدا على الحكومات وعلى القيادات انها ازاي تدير ازمة لم يشهدها العالم بقاله 80 سنة النهاردة وازاي نتعامل معاها ونكون قادرين على مواجهتها فبالتالي يمكن التعبير اللي اثير لهذه الازمة ازمة اوكرانيا انها ازمة فوق الازمة او ازمة بعد ازمة هو كانوا بيكلموا على كورونا ويدوبك العالم لسه بيشم نفسه حصلت هذه الازمة فازمتين ورا بعض فتدعيتهم الكبيرة وبالتالي الصندوق النقد نفسه الدولي قال الكلام ده حيلقي بزلاله القاتمة على الاقتصاد والامينة العام للامة المتحدة قال ان هذه الازمة ممكن ان يعني يعني توقع هذه الازمة نحو واحد وسبع من عشر مليار شخص يعني اكتر من خمس البشرية في براثن الفقر والعوز والجوع في ظاهرة عمرها ما حصلت من عقود كبيرة نفس الكلام قال له رئيس البنك الدولي ان عندنا ازمة كبيرة جدا هتقلس من اعمال النمو وحتسير التضخم وحتعمل ازمات كبيرة طب الكلام ده كان تأثيره ايه على الاقتصاد المصري تاني انا بقولها لحضراتكم مصر ليست بمعزل عن العالم ولكن حظنا وانا بقولها ان احنا لما دخلنا ازمة كورونا كانت مصر في مركز قوي نتيجة للاصلاحات الاقتصادية وعملية التنمية الكبيرة اللي تمت في مصر اللي خلت هذا الموضوع يخفف عن مصر الصدمات الكبيرة اللي وجهتها دول اخرى وانا بقولها عن حضراتكم يقينا ان لو لا برنامج الاصلاح الاقتصادي ولولا المعدلات التنمية غير المسبوقة اللي قامت بيها الدولة المصرية في خلال التلات اربع سنوات اللي فاتت وانا بقولها وبأكد لم تكن مصر اللي تستطيع ان تتحمل من اول ازمة كورونا الموقف وكنا هنشهد انا ايسف اقول انهيار في حاجات كثيرة جدا 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 لكن الحمد لله لو لا القرارات اللي خدتها الدولة المصرية والقيادة المصرية في عملية الاصلاح الاقتصادي وعملية الاصراع بمعدلات التنمية والمشروعات القومية اللي انا هتكلم عليها بالتفصيل لو لا الكلام ده انا بقولها لحضراتكم يقينا لم تكن مصر اللي تقف امام هذه الازمات العالم كله حطنا من الدول اللي تعاملت مع ازمة كورونا باعلى مستوى الاحترافية وكانت يعني محتوطين ضمن مصاف الدول اللي ادرت بمجموعة من السياسات والخطوات انها تتعافى وتتعامل مع كورونا مصر كانت من الدول القليل على مستوى العالم في ازمة كورونا وحاركم عارفين اللي كانت لسه بتنمو بمعدلات ايجابية العالم كله كان بينمو بالسالب احنا كنا قادرين الحمد لله نتيجة برضو للمشروعات التنموية والشغل اللي احنا كنا بنعمله انه كنا نحافظ على نمو بلدنا بالطريقة الايجابية والفترة يا دوبك اللي ابتديت خفة او يعني كورونا تبدأ تخف حدتها قبل ما تبدأ الازمة الروسية الاوكرانية شاهدنا انطلاقة كبيرة جدا للاقتصاد المصري وحضراتكم يعني احنا السنة اللي فاتت محققنا يعني اعلى معدل صادرات في تاريخنا اقتربنا من 45 مليار دولار صادرات سواء بترولية او غير بترولية بقفزة هائلة كانت بتحصل زيادة النمو بتاعنا ونسب النمو احنا النص الاولاني من هذا العام وحضراتكم متابعين قبل ما تبدأ الازمة الروسية الاوكرانية محققين تسعة في المية نسبة نمو ولما حصلت الازمة صندوق النقد نزل توقعاتنا الى خمسة وستة من عشر نسبة النمو للعام كله لكن رجع مؤخرا لما بتدى يراجع الارقام قال لا الاقتصاد المصري هتبقى نسب نموه اعلى فحيبقى حوالي ستة في المية مش خمسة وستة من عشر لما راجع الارقام في الوقت اللي كل تاني معدلات النمو في العالم بتنزل احنا عندنا الحمد لله مع كل الازمة ومع كل اضطراب حركة التجارة زيادة غير مسبوقة في ارادات قناة سويس وده كان احد المشروعات القومية اللي تبناها في خمط الرئيس لما عمل المشروع الكبير لازدواج قناة سويس وزيادة الحركة اللي فيها فبعد ما كانت مصر بنتكلم اقصى قيمة بنتكلم عليها خمسة مليار في السنة النهاردة بنتكلم في ستة ونص مليار وارقامنا ان شاء الله يا رب مع المرور الوقت بتزيد كمان اكتر من كده التجارة وميزان البترولي احنا زودنا قيمة صادراتنا خمسة وتمانين في المية في الفترة اللي فاتت وده كله وصلت لأول مرة الى حوالي ما يقرب من تلاتاشر مليار دولار العام الماضي السياحة استعدنا فيها النصف الاولاني من عام الحالي كنا استعدنا الحركة السياحة بصورة كبيرة ونامت بصورة كبيرة وكنا وصلنا فقط في النص الاولاني من العام اللي هما ما بين يوليو والغاية ديسمبر انا بكلم هنا على العام المالي اقتربنا من خمسة وتمانية من عشر مليار دولار الكلام ده كله مع كل الاطراب وحصلت الازمة الروسية الاوكرونية بكل تدعيتها وابتدت كل مؤسسات التصنيف تخفض من تصنيف الدول واكيد حركهم متابعين ولكن الحمد لله مع كل ده في تقييم في شهر ابريل الماضي يعني لسه من بضعة ايام ابقت مؤسستين ستاندرد انبور وفتش التصنيف الاعتماني لمصر ابقته لانها برضو بعد المراجعة وبعد مع التفاوض والنقاش مع زملائنا في المجموعة الاقتصادية بقى عندهم اطمئنان ان مصر مازالت قادرة على السموت وانها هتعدي ان شاء الله يا رب من هذه الازمة لكن بالتأكيد الموضوع ليه تدعيات كبيرة جدا الازمة ولازم كلنا كمصريين نبقى حاسين بيها احنا كنا بنستورد اتنين واربعين في المية من احتياجاتنا من الحبوب من الدولتين روسيا واوكرانيا كان واحد وثلاثين في المية من عدد السياح اللي بيجولنا كانوا بيجوا من الدولتين فكل ده المفروض ليه تدعياته الكبيرة اللي كانت المفروض تعمل لنا اضطراب شديد كحكومة وكدولة في التعامل مع هذا الموضوع ولكن احنا على طول تحركنا وابتدينا ازاي نوفر اسواق بديلة للامح وكمان اسواق بديلة للسياح احنا على طول ما سكتناش واستسلمنا للموضوع احنا تحركنا وفي ايام وفي اسابيع علشان نقدر ان احنا ازاي نعوض هذه التدعيات اللي حصلت لكن لازم نبقى واخدين بالنا ان تدعيات الحرب دي فرضت علينا اعباء مالية ضخمة جدا كمصريين نبقى عارفين احنا النهاردة بقى فيه 130 مليار احنا حطناهم ده تأثير مباشر بيحصل وحيحصل للفترة الجاية نتيجة لزيادة اسعار السلع الاستراتيجية زي الامح والبترول وحتى اسعار الفايدة اللي زادت مع ان فيه 335 مليار تانيين دي تأثيرات غير مباشرة احنا خدنا اجراءات حماقية اجتماعية حضراتكم عارفين احنا بدرنا زيادات صرف المرتبات والمعاشات وخدنا اجراءات تانية بدل ما كانت حتبدأ من واحد سبعة بدأناها من واحد ابريل علشان والدولة هي اللي بتتحمل هذا الكلام علشان نقدر ان احنا يعني نخفف شوية من وطقة هذه الازمة على المواطن المصري لكن طبعا كان عندنا تحديات كبيرة جدا كان عندنا حصل نتيجة لهذه الازمة خروج لرؤوس الاموال السخنة اللي كانت موجودة واستثمارات ولكن يعني احنا الحمد لله نتيجة يعني جهد الدولة وقيادة السياسية اتحركنا علشان نعوض هذه الخرجة هذه الاموال وهنا يمكن انا حابب ان انا توقف ويعني اوجه كل الشكر والتقدير لاشقائنا في الدول الخالجية اللي وقفوا جنب مصر في فترة الشهرين الماضيين وحطوا وضخوا ارقام معينة مكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الاجنبية في مصر في خلال الشهرين الماضيين ده لازم النهاردة نسكرها واوأكدها شكرنا وتقدرنا ليهم على هذا الموضوع لكن طبعا الكلام ده قدى الى تحديات اخرى ان لسه برضو تاني قطاع الخاص المصري نتيجة للازمة غصبا عنه ومبقاش قادر ان هو يزود استثمارات ارتفاع الفايدة الاقراض الاقتراض دي بتعمل علينا اعباء كبيرة جدا مؤشرات الدين الخارجي نتيجة لاننا اضطريت ان احنا عشان نعمل نحافظ على الاحتياطي بتاعنا ان ابتدت زادت نسبة الدين الخارجي او قيمة من الدين الخارجي طبعا تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الاجنبية اللي هو مش مصر الوحدها العالم كله زي ما وريت لحضراتكم بيحصل بالسالب مش حتى بتباطو لا ده الناس بتخرج من الدول طب احنا بنعمل ايه وحنعمل ايه الفترة الجاية ودي يمكن كتكلفات فخامة الرئيس لينا في افطار الاسرة المصرية وخلينا اقولها لحضراتكم لاننا حنمشي واحدة واحدة احنا بنعمل ايه وحنعمل ايه ان شاء الله على مدى الفترة القليلة جدا القادمة اللي احنا بنتكلم فيها ده مدى الدولة بتتحرك فيه من هنا لغاية نهاية عشرين اتنين وعشرين ان ازاي حنعزز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعمه توطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي الاعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الاصول المملوكة للدولة بمستهدف عشر مليار دولار على مدى كل سنة لمدة اربع سنين يعني اجماليهم اربعين مليار دولار الدولة هتتحهم لشراكة القطاع الخاص الاعلان عن خطة واضحة لتخفض الدين العام وعجز الموازنة وازاي ان احنا نتحرك على هذا الموضوع على مدار الاربع سنين الجاية وطرح ازاي رؤية متكملة للنهود بالبورصة المصرية علشان انها تؤدي دور كبير في الاقتصاد المصري واخيرا البعد الاجتماعي وازاي الاستمرار في حماية محدود الدخل لو هنتكلم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واسمحولي يمكن انا حدي مقدمة احنا كحكومة مرة اخرى وانا بأكد عليها لكل المصريين احنا جزء منكم الحكومة ليست في جانب والشعب في جانب وده اعتقد يعني نتاج كل الثورات اللي حصلت في الفترة الاخيرة ان بقت المهاردة بنحاول الحكومة دايما هي موجودة وجزء لا يتجزأ من الشعب المصري فاحنا عشان بنستمع دايما لحضراتكم بنسمع وبنتابع كل اللي بيتقال والخبراء اللي بيطلعوا وبيتكلموا وبيتقال الحكومة بتزاحم القطاع الخاص والحكومة مش عايزة تدي فرصة للقطاع الخاص ان ينمو لكن خلينا مع بعض نتابع ايه اللي كان بيحصل في مصر اللي 4-5 سنين اللي فاتوا و ايه اللي بيحصل عشان الدولة ليه اضطرت انها تدخل واتدخ استثمارات كبيرة في الفترة اللي فاتت مصر احنا النهاردة يعني ما شاء الله طبعا حضراتكم عارفين تجاوزنا المية وثلاثة مليون نسمة وده كحجم سكان طبعا بيفرض علينا ببساطة شديدة ان انا عايز على الاقل مليون فرصة عمل سنويا جديدة خلينا بس نقف على الارقام دي مع حضراتكم احنا قوة العمل كانت فالفين سنة الفين كانت تسعتاشر مليون فالفين واحد وعشرين بقينا تلاتين يعني كل سنة بيدخل سوق العمل عندنا مليون شاب عايز يشتغل وعنده امله وحياته انه يبقى عنده فرصة عمل ويبدأ يكون اسرة ويعيش احنا توقعاتنا لمصر حتى مع ان شاء الله مع كل محاولاتنا طبعا وكل اجتهادنا لتخفيض الزيادة السكانية ان احنا يعني ممكن تبقى مصر تقترب تبقى يعني نأمل انها تبقى اقل من مية وعشرين مليون في عشرين تلاتين المية وعشرين مليون دول عشان بس نبقى عارفين ده عدد سكان خمستاشر دولة اوروبية ده خمستاشر دولة اوروبية متقدمة عندها موازناتها وامكانياتها ده يعادل خمستاشر دول ويعادل اربعتاشر دولة عربية من الدول برضو يعني اللي موجودة معنا قطاع الخاص المصري كان ليه دوره ومازال ليه دوره المهم جدا وهنا يمكن انا عايز اتوقف عشان برضو تبقوا حرككم واخدين بالكم من هذا الدياجرام احنا هنا بنوري حضراتكم اجمال الاستثمارات اللي كانت بتضخ في شرايين الدولة ومقسمة الى لونين اللون الازرق هو القطاع الخاص واللون الرمادي هو الدولة المصرية وحنجد ان لغاية نقدر نقول اه الفين وهو احنا نمكن وصلين حتى لغاية الفين وخمستاشر الفين وستاشر القطاع الخاص هو اللي كان النسبة الغالبة في وقت ما قبل الفين وعشرة كان الدولة المصرية كانت مدي الفرصة بالكامل للقطاع الخاص انه هو يشتغل اكتر وكان دورها بيبقى اقل شوية طب ايه اللي حصل احنا عملنا الاستحل اقتصادي في الفين وخمستاشر الفين وستاشر وده طبعا كان ليه نتيجة لكده السنة اللي بعدها نتيجة للظروف اللي كانت غير مستقرة قال لي شوية نصيب القطاع الخاص والدولة هي اللي زاد نصيبها لكن السننتين اللي بعديهم على طول رجع تاني القطاع الخاص ينمو بالصورة الاكبر لكن جات ازمة كورونا وطبعا دي كات ازمة شديدة القوة القطاع الخاص غزبا عنه نتيجة للظروف ابتدى يقل استثماراته فاحنا في دولة بتنمو مش ثابتة وتحتك كل سنة مليون فرصة عمل جديدة لو كانت الدولة مضختش استثمارات عامة والدولة بنفسها دخلت وعملت مشروعات كان حيبقى ايه البديل ان كان حيبقى مش قادرين على خلق فرص العمل اللي احنا محتاجينها وخليني بس ارجع مع حضراتكم يمكن لان للتسكرة والتوثيق كيف كان وضع الاقتصاد المصري في 2013 احنا كنا معدل البطالة وصل ل13.2 من 10 كان معدل النمو الاقتصادي انخفض الى 2.2 من 10 في المية الصفي الاحتياطيات حضركم عارفين كويس كان نزل الى 13.6 من 10 عجز الموازنة كان يعني بقينا 13 في المية مصر ترجع تصنفها في المؤسسات الدولية 6 مرات في خلال عامين ده كان الوضع اللي كان فيه مصر في 2013 الدولة كانت عشان تعوض هذا الكلام مع صورة 2013 والوضع اللي احنا كلنا كنا عارفينه وتولي فخمت الرئيس بعد كده وان احنا ازاي كان لازم الدولة تحط خطة عشان تصحى هذا المصار خدنا برنامج الاستلاح الاقتصادي لكن الاهم كان لازم نشوفه عشان نعوض احجام القطاع الخاص نتيجة للظروف الاستثنائية اللي كانت مصر بتمر بيها وبعد كده الازمات العالمية فكان لازم الدولة تتبنى فكر عشان نحق تنمية حقيقية انها تضخ استثمارات حكومية وتنفذ مشروعات قومية وتطلق برنامج الاستلاح الاقتصادي لكن عايز اقول لحضراتكم ان نص الاستثمارات الحكومية اتوجهت لمجالات البنية التحتية والنقر والتعليم والصحة خلال الفترة من 2014 2015 لغاية 2021 المشروعات القومية ودورها ويمكن انا بحاول هنا معلش اسمحولي لان احنا دايما احنا شايفين السوشيال ميديا بتقول ايه وبعض الناس بتتكلم ازاي لما حصلت الازمة الروسية الاوكرانية ابتدى بعض الناس يقول لك اهو بصوا بسبب المشروعات القومية او قللوا شوية وبطقوا المشروعات القومية اصلا هي المشروعات القومية اللي ممكن تكون زودت لنا بعملت لنا بعض المشاكل لكن انا عايز اقول ان كل يعني كل المشروعات القومية تلت الاستثمارات العامة كترايحة لهذه المشروعات القومية وخلييني كده استعرض ما حضركم ايه المشروعات القومية للدولة اشتغلت عليها وان نفكر مع بعض هو كان ينفع اي مشروع منه ما نفتكر الغاز كانت مصر بتستورد غاز ولولا الاستثمارات الهائلة اللي اتعاملت وضخت خلتنا النهاردة عندنا اكتفاء ذاتي وبنصدر طب هقول لحراركم حاجة طب لو كان وضعنا في الغاز وما استثمرناش وكان الوضع زي ما هو وجات ازمة روسيا واوكرانيا كان ايه اللي حيحصل كنا حنستورد غير البترول غاز طب حراركم متابعين طب كيف سيكون حل مصري في هذا الوقت كنا حنجيب منين عملة صعبة عشان نقدر نعمل هذا الكلام طب بلاش الكهرباء والغاز مشروعات المية والصرف الصحي ومعالجة هذه المحطات واعادة استخدام المية المعالجة عشان نستفيد بكل نقطة مية النهاردة احنا محتاجينها قطع الاتصالات اللي عملنا فيه طفرة كبيرة جدا والنهاردة مصر ويمكن كان يعني معالي وزير الاتصالات لسه بيعرض قدام فخامة الرئيس ان مصر النهاردة اصبحت رقم واحد افريقيا في خدمة الانترنت من من كنا في الاخر خلص متأخرين بعض الناس يقولك طب الانترنت الانترنت بقى النهاردة احنا في العالم بقى عايش كله ولولا ازمة خلينا نفتكر ازمة كورونا العالم كله بيتعامل بين خلال المنظومة الافتراضية طب انا لما كنتش حسنت شبكاتي برضو كيف كان سيكون حل مصر تطوير المناطق الغير امنة والعشوائية اللي رفعنا بيها وحضراتكم كل المصريين عارفين مئات الالاف من الاسر كانوا عايشين في مستوى عامل ازاي شبكة الطرق والنقل اللي مرة اخرى انا بأكد لحضراتكم كخبير تخطيط عمراني قبل ما كون رئيس وزراء لو لهذه الشبكة لكانت شوارع مصر عبارة عن جراش ولم تكن التمانية كيلو في الساعة مش انا اللي كنا بنقول المؤسسات الدولية قالت مصر عشرين عشرين الكلام ده كانوا بيقولوه في الفين وعشر ستتحول شوارع مصر الى جراشات العربية هتبقى مكدسة وما ينفعش انكم تتحركوا طب لو احنا يعني لو لهذه الطفرة الكبيرة اللي خلت مصر تقفز بمعدلات كبيرة جدا في شبكة الطرق والاهم طب انا كمواطن هو انا كنت حرف اتحرك من بيتي اللي ما كان عملي لو ما كانت الشبكة الطرق دي كانت موجودة بدل ما كنت النهاردة باخد تلت ساعة كان ممكن اخد ساعتين طب كنت حوصل ازاي اللي ما كان عملي كل دي استثمارات النهاردة الدولة المصرية بتعملها كمشروعات قومية مشروع حياة كريمة وانا مش محتاج ان انا اقول هل هذا المشروع العظيم النهاردة الدولة تقدر تتأخر عنه اللي هو مطلب اهلينا في الريف كله هذه المشروعات لا يمكن اطاقها لان دي الاحتياجات الاساسية للمواطن المصري للنهاردة والقدام مشروعات المدن الجديدة اللي بتتعمل انا بس عايز اقول لحضراتكم لما برضو اثير وتقال هل هو ده الاولوية والكلام ده كله حضراتكم ارجعوا لمطبطة مجلس الشعب في بداية التمانينات كان اعضاء مجلس الشعب استدعوا وزير الاسكان في هذا الوقت المرحوم حساب الله كفراوي وقالوا له هو ايه جدوى انك تعمل مدن العشر من رمضان وستة اكتوبر والسادات وبرج العرب والشيخ زايد والكلام ده ملهاش لازم النهاردة هذه المدن بتستوعب عشرة مليون مواطن مصري ده غير كل الصناعة اللي في مصر بقت موجودة هزين مدن هقول لحضراتكم لو ما كانتش المدن دي اتعملت ممكن تحرككم تقولولي كيف كان سيكون شكل مصر كان العشر مليون دور كانوا حيبقوا على فين كانوا حيبقوا على الاراضي الزراعية وكانش حيبقى عندنا الصناعات اللي موجودة المدن اللي احنا بنعملها النهاردة هي مدن لولادنا الفترة الجاية دي النقطة اللي لازم كلنا بنعملها وهي دي اللي حتبقى المكان اللي احنا بنقول لازم عشان نستوعب الزيادة السكانية يتحركوا فيها لكن كل هذه المشروعات القومية مع احتياجنا الكبير لها عملت شيء مهم جدا خلقت اكتر من خمسة مليون فرصة عمل طب كان فين لو لو لهذه المشروعات كان حيحصل الناس دي كانت كلها الخمسة مليون شاب مصري اللي ما كانوش اللي هما كانوا بيشتغلوا حاليا في المشروعات من الظلم ان انا كنت تحمل القطاع الخاص قدرته ان هو يقدر ان هو يوفر كل هذه الحاجات بنفسه بتمويله لان خلينا بقى نقول حاجة مهمة جدا هو مين اللي بينفز المشروعات القومية كلها شركات قطاع خاصة فبالتالي احنا كدولة بالعكس احنا فتحنا الافاق للنمو الاقتراع الخاص في هذه المرحلة عشان نقدر ان الدولة المصرية تنمو على فكرة اللي احنا عملناها هي تجربة الدول الناشئة العملاقة اللي حققت تفرق اقتصادية كبيرة دول شرق الاسيا والنمور الاسيوية هم اشتغلوا في اول مرحلة من عمليتهم على بنية اساسية والاستثمارات عامة كبيرة عشان يقدروا يقللوا الفجوة وبعد كده يمكنوا القطاع الخاص في العمل لكن الحمد لله كل ده ساعدنا كماصر زي ما قلت لحركوا مع التصدل هذه الازمات النهاردة يعني نفذنا مع الاصلاح الاقتصادي مرحلة الاصلاحات الهيكلية اللي اطلقناها من سنة بالزبط في رمضان العام الماضي وبتدينا نشتغل عليها علشان نلبي تطلوعات المستقبل وازاي نتحرك في خلال الفترة الجاية وده اللي مكننا ان احنا نستطيع ان احنا نعمل تفارات كثيرة في العديد من المجالات لكن كان نتاج هذه الفترة ان احنا قدرنا نخفض من معدل البطالة بتاعنا من 13 وشوية ل7 و4 من 10 معدلات نمو الاقتصادي اللي احنا وصلنا فيها زي ما حضراتكم ولولا كورونا مصر انا بقولها لحضراتكم كان اقل معدل نمو كان هيبقى 7 و8 في المائة لكن احنا انا بأكد يعني لو لا كورونا والازمات احنا كنا الارقام بتاعتنا اعلى من كده بكثير لكن وايضا استطعنا ان احنا نزود احتياط النقد الاجنبي ونخفض عجز الموازنة بتاعتنا من 13 ل6 و3 من 10 وتحسين تصنيف مصر في كل المؤشرات الدولية طب احنا رؤيتنا النهاردة اذا كانت اخر سنة كانت نصيب القطاع الخاص في اجمال الاستثمارات 30% والدولة 70% احنا بنستهدف في التلات سنين الجاية ان يرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص يبقى 65% من اجمال الاستثمارات المنفذة تمكين كامل للقطاع الخاص للتلات سنين الجاية ان نصيبه من الاستثمارات يبقى من 30% ل65% عشان يرجع للسياق الطبيعي اللي كان موجود الكلام ده احنا بنتحرك فيه مش كلام فقط احنا فيه محاور معينة بنشتغل عليها هنحسن ازاي مناخ الاعمال اطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل كل مشاكل بالنسبة لتحسين مناخ الاعمال احنا بنعلن في خلال هذا الشهر وفي خلال ايام قليلة هنعلن بصورة رسمية وحننشر وثيقة سياسات ملكية الدولة يعني ايه هذه الوثيقة الوثيقة دي ببساطة شديدة بتقول ايه الانشطة اللي الدولة بمؤسستها كلها وانا بقول الكلمة بمؤسستها كلها هتبقى موجودة فيها وايه الانشطة اللي الدولة هتتخارج منها وهنا احنا ماشيين طبقا ليه المعايير الدولية احنا رجعنا كل الدول العالم بتعمل ايه وفين القطاعات اللي الدول بتستمر كحكومات في تواجد فيها وايه القطاعات اللي بتترك للقطاع الخاص وهو ده اللي احنا هنعلنه في خلال الايام القليلة جدا القادمة قبل نهاية شهر مايو بحيث تبقى الوثيقة اللي بنقول فيها في قطاعات الدولة المصرية حتى تتخرج منها في خلال ثلاث سنين هي حالين احنا موجودين فيها وحنتخرج وفي قطاعات هنستمر ولكن هنقلل نسبتنا وفي قطاعات لازم نستمر فيها لانها قطاعات محورية وتخص الدولة المصرية ولكن في كل هذه المشروعات الدولة هتبقى حريصة على مشاركة القطاع الخاص يعني معنى ايه يعني الدولة ممكن تبقى مالكة للمشروع ولكن تترك ادارته للقطاع الخاص وده توجه النهاردة احنا هنشتغل فيه فبالتالي زي ما قلت لحضراتكم احنا الوثيقة دي خدنا منها من كل تجارب الدولية اللي بتعامل وحتى اللي احنا هنعلنه هيبقى خاضع للمراجعة كل فترة عشان لو في قطاعات احنا حابين كمان نسرع بالتخرج منها هنسرع بالتخرج منها بعد فترات معينة فبالتالي هتبقى هذه السياسة الوثيقة بتقول فين القطاعات اللي احنا هنخرج بالكامل منها وايه القطاعات اللي زي ما بقول لحضراتكم ياما بنعمل نوع من التخفيض او التثبيت في تواجد الدولة وفي قطاعات انا بقول لحضراتكم لا احنا محتاجين حنبقى ياما نستمر ياما نزيد من تواجدنا ليه لان هذه القطاعات القطاع الخاص ما بيدخلش فيها انما اندو الجزء التاني واحنا هو يمكن سيادة الرئيس اعلنها وانا بقول لحضراتكم احنا بنستهدف ان يبقى فيه تسييل او اتاحة اصول بقيمة اربعين مليار دولار في الاربع سنين القادمة هتطرح للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري او الاجنبي السنة دي اللي هما العشرة مليار بتوع السنة دي بالفعل احنا حددنا تسعة مليار منهم بالفعل وبدين خطوات التنفيذ علشان تسليل هذه الاصول في خلال الفترة دي وحددنا كمان خمستاشر مليار تانين بصورة فورية هنبدأ نشتغل عليهم يبقى كده اللي اتنين دول مع بعض يعني يفوقوا المستهدف لاول سنتين ولكن انا تكليفي وتوجيهي لزملائي في المجموعة الاقتصادية من النهار ده هنحدد الحزمة اللي اجماليها على الاقل اربعين مليار ونحط لها الخطة الزمنية ان كل سنة على الاقل منهم عشر مليار يتم تسيلهم كاصول ويبقى ده جزء من الاستثمار الاجنبي المباشر اللي حنبدأ ان احنا نقوله ونساعد ونشجع القطاع الخاص المصري المحلي والاجنبي انه يشارك مع الدول ودي حتبقى في المجالات اللي موجودة قدام حضراتكم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وصول عقارية مشروعات تحلية مياه مشروعات في قطاعات الاتصالات وفي قطاع التعليم والقطاع البنكي والبنوك والمصارف كل دي حتبقى بتطرح وتستخدم كنسب منها في هذه المشروعات الجزء التالت وده اللي انا بعلنه لان دي كانت احد الشكاوى اللي موجودة ان بعض الشركات الصناعية كانت دايما بتشتكي من موضوع الحصول على او اتاحة الاراضي المشروعات الصناعية النهاردة انا بقول ان احنا كدولة حنتحول لنظام حق الانتفاع في الاراضي الصناعية انا الدولة لا تعانيني ان انا اكسب من تمن الارض في اي شيء بالعكس فاحنا بنتيح ان حيبقى الموضوع بنظام حق الانتفاع للاراضي الصناعية وبتطلق بلا قيود والجزء التاني حتى الاراضي اللي حتملك التسعير فقط بقيمة المرافق قيمة المرافق فقط هي اللي دي تتعمل وتتعمل بتأسيط لاصحاب المصانع علشان نشجحهم على الاسراع بعملية التنمية احد النقاط المهمة اللي كانت دايما بتسيرها مؤسسات دولية فكرة ان يكون لمصر ونسرع ب اطلاق وصياغة استراتيجية قومية متكملة للملكية الفكرية احنا النهاردة في الجيل الرابع والسانعات المتقدمة وفكرة حقوق الملكية الفكرية واحنا ان شاء الله النهاردة حنبقى في خلال هذا العام بننهي الاستراتيجية بالكامل وفعلا بندرس بندرس انشاء جهاز قومي للملكية الفكرية علشان نقدر ان احنا نتحرك في هذا الموضوع تحسين مناخ المنافسة ودي كانت كثير من الجهات اثارت هذه الجزئية وبالتالي احنا حطين التصور بتاعنا ان تفعيل اكبر بكثير في المرحلة القادمة لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وايضا فكرة فصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات اللي بتنفذ ماينفعش يبقى فيه جهاز تنظيمي معين يبقى والدولة الوزارة المعنية تبقى هي عندها الجهاز التنظيمي وفي نفس الوقت هي بتنفذ لان ده اللي كان بيطلق عليه نوع من تضرب المصالح هنبدأ تدريجيا نتحرك ان نتبع هذه الجهات التنظيمية لمجلس الوزارة عشان نفصل عملية الرقابة والاشراف عن عملية التنفيذ ان شاء الله تسهيل اجراءات شركات النشأة ويمكن دي يمكن النهاردة بناء على توجيهات فخامة الرئيس النهاردة كل الشباب النهاردة بقى كل الترند هو موضوع الستارتابس او الشركات ريادة الاعمال والحقيقة من خلال التواصل معاهم هم اشتكوا من صعوبات كبيرة جوى مصر وعشان كده النهاردة كانت توجيهات فخامة الرئيس بالكلام اللي قدام حضركم ان النهاردة بقى فيه امكانية التوجيه ان يبقى فتح وغلق هذه الشركات يبقى باختار من خلال الانترنت وان يبقى فيه سماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي للشركة فيه شباب كتير بيقول طب انا بشتغل من البيت انا يدوبك باللابتوب وممكن اروح اعد على قهوة واشتغل ليه بتقول لي اصلا عشان افتح شركة لازم اعمل مقر واعمل هذا الكلام وده كان بيعوق شبابنا ان هم يبقوا يفتحوا شركات النهاردة ده كان التوجيه تعديل القوانين بتاعتنا للتوسع في اقامة المناطق التكنولوجية وتسهيل اشتراطات اقامة شركات الفرد الواحد اللي هي بتبقى شركة من مكونة من فرد وايضا بالنسبة للمعدات والمستلزمات الالكترونية انه نسرع جدا من عملية ادخالها للدولة المصرية احنا النهاردة واخدين قرارات ويعني طلع بها قرارات من مجلس الوزراء بتيسير اجراءات اصدار التراخيص والموافقات احنا حدين حط اقصى عشرين يوم عمل لانهاء كل الاجراءات كل الموافقات وكل الاجراءات اللي كان الناس بتشتكي النهاردة قرار مجلس الوزراء ان الحد الاقصى هو يبقى عشرين يوم عمل وان فيه يكون هناك جهة واحدة اللي بتتعامل مع المستثمرين فيه ميكانة كاملة لاجراءات الاقرارات الضريبية واجراءات الترخيص والتسجيل بقى فيه النهاردة على الخريطة الاستثمارية للمصر بنعمل نوع من الميكانة الكاملة للمنظومة عشان المستثمر يقدر ان هو يدخل ويحجز الاراضي وياخد اجراءاته وهو قاعد في بلده وييجي بس مرة واحدة يستكمل الاجراءات كل ده احنا حنبش نشتغل عليه وحنشتغل عليه بقوة شديدة في الفترة القادمة ولكن مع كل الكلام ده هنطلق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة حوافز خاصة بالقانون الاستثمار حوافز خضرة حوافز الاستثمار في القطاع الصحي وده شيء مهم للمدن الجديدة وتفعيل وتعظيم الاستفادة من موضوع الرخصة الزهبية وفكرة الرخصة الزهبية ان رئيس الوزراء بيصدر رخصة واحدة تجب بكل الموافقات والاشتراطات اللي بتبقى ممكن تطلع من جهات اخرى متعددة فالنهارده تبقى لقانون الاستثمار احنا النهارده بتبقى للقرار بقينا النهارده حقين امتيازات وحوافز صدرت بيها بقرار من مجلس الوزراء بتتيح لقطاعات والمشروعات الاستثمارية اللي هتبقى موجودة في المناطق بنقول عليها قطاع الف قطاع الف ده عشان حاركوا بنبعارفين هي المنطقة الاقتصادية القانون سويس العاصمة الادراج جديدة ومدن الصعيد ان يبقى ليها حوافز خاصة عشان نشجع عملية الاستثمار هناك حوافز خضرة ويمكن انا عايز اقول لحضراتكم ان مصر احد الدول المرشحة انها تكون مركز كبير جدا لانتاج الطاقة المستقبلية وهي الهايدروجين الاخضر والامونيا الخضرة احنا اتحركنا كحكومة في خلال الفترة اللي فاتت ووقعنا مذكرات تفاهم مع اكبر الشركات العالمية في هذا المجال اللي تعهدت انها في خلال فترة عشر سنوات او اقل يعني لغاية عشرين تلاتين هتبقى بالضخ استثمارات تصل الى اكتر من اربعين مليار دولار في مصر عشان مصر تبقى مركز لانتاج الطاقة الهايدروجين الاخضر واحنا كدولة من ناحيتنا وضعنا هذا ان هذه النوعية من المشروعات بحزمة المشروعات اللي هتتمتع بحوافز اضافية جديدة في خلال الفترة القادمة ده نموذج من مذكرات التفاهم اللي وقعناها بالفعل واكيد حضركم كنت بتتبعوا على مدار الايام السابقة كل يوم بنوقع مذكرة مع واحدة من اكبر الشركات والتحالفات العالمية ولكن ايضا في القطاع الصحي احنا وفقنا على ادراج كل مشروعات انشاء المستشفيات والمراكز الصحية ضمن منظومة الاستثمار الجديدة ويمكن النهاردة مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اخذ قرارات بتيسير اجراءات الاستحواز على النسب المختلفة ما بين في جوة المستشفيات والمنشآت الصحية عشان نسرع من هذه الاجراءات المدن الجديدة ويمكن هنا اسمحولي ان انا اعلن عن شيء مهم جدا احنا هنا بنتكلم ان احنا كحكومة هنطلق في خلال الفترة القادمة قانون جديد هيعفي المنشآت الصناعية والتنموية اللي هتنشأ في مدن الجيل الرابع وفي انشطة محددة احنا بنحددها من الضرايب لفترة زمنية معينة يعني غير الحوافز اللي هتتمتع بيها كمان هيبقى فيه اعفاء ضريبي لفترة ما بين 3 الى 5 سنوات من ساعة تشغيل المشروع يقدر صاحب هذا المشروع انه هو يعني يتمتع باعفاء ضريبي ده قانون احنا بنخلصه دلوقتي وحندخل به للبرلمان علشان ده شايفينه كحزمة اضافية لهذا الموضوع الرخصة الزهبية بيها زي ما قلت لحضراتكم هنتوسع في اصدارها في خلال الفترة الجاية اللي بتمنح موافقة واحدة بس للمشروع واخترنا الثلاث مجالات دول عشان نبدأ بيهم كبداية الهايدروجين الاخضر صناعة السيارات الكهربائية او المركبات الكهربائية والبنية التحتية مشروعات تحلية مياه البحر والتقر المتجددة وخلافه لكن ايضا يمكن في اطار ان احنا نسهل الاجراءات على المستثمرين وفتح قنوات تواصل مباشر انا اصدرت قرار الاسبوع الماضي بانشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزر بتضم كل الجهات مع بعض عشان لو اي مستثمر ليه مشكلة متعطل وحاجراء هنا او فيه موافقة معينة بيخاطب الوحدة واحنا مسؤولين مباشرة لتزليل كل هذه العقبات عشان نسرع باجراءات الفترة الجاية توطين الصناعات الوطنية ودي قضية محورية علمتنا الازمة الماضية ان لازم نسرع بتوطين الصناعات ونقلل من فطورة الوريدات بتاعتنا ويمكن انا عايز اقول له حضراتكم ان الاجراءات اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت زودت فعلا قطاع الصناعة وقطاع الصناعة حصل طفرة فيه كبيرة جدا في خلال العامين الماضيين حتى مع مشاكل الكورونا وخلافه الكلام ده عشان حراكم نبعى عارفين انعكس وده من الاحصاءات احنا في خلال الفترة الاربع سنوات الماضية طلعنا واحد وخمسين الف رخص التشغيل كلمة رخص التشغيل يا جماعة معناها ان المصنع ركب المكن وبيطلع رخص التشغيل عشان تاني يوم يشتغل ودي رخص تشغيل لأول مرة لو حطينا بس عشان برضو حراكم نبعى عارفين الواحد وخمسين الف رخصة دول في مصانع ما نطلق عليه الحجم المتوسط والكبير بيبقى متوسط العاملين فيها خمسين واحد احنا حسبناها خمسين واحد او خمسين فرد في المنشأة يعني بنتكلم ان الواحد وخمسين الف فرصة دول عملوا فرص اتنين ونص مليون فرصة عمل جديدة في الاربع سنين اللي فاتوا طب القطعات الصناعية ايه اللي نمت قطعات كانت كلها مرتبطة بالمشاريع القومية اللي الدولة اطلقتها في قطعات الهندسية والمعدنية وقطعات التشييد والبناء والكيمويات والصناعات الدوائية والغزائية المشروعات اللي الدولة تبنتها شجعت القطاع الخاص انه يعمل منشآت عمل واحد وخمسين الف منشأة جديدة النهاردة احنا بنستهدف تعظيم صادراتنا في تسع قطاعات اساسية اللي حضراتكم قدام حضراتكم ودول اللي محتطلهم خطة عشان نضاعف صادراتنا ويمكن عشان نصل للرقم بتاع الميت مليار في خلال الاربع او خمس سنوات القادمة على الاكثر ميت مليار دولار صادراتنا ان شاء الله وممكن ان شاء الله اقل من كده لكن في نفس الوقت بنشتغل على ان عدد كبير من هذه الصناعات الحاجات المستلزمات والمنتجات اللي كنا بنستوردها احنا حددنا بالضبط 23% من اجمال واردتنا اللي هي بتمثل اكتر من 20 مليار دولار في هذه القطاعات الستة اللي قدام حضراتكم ودول اللي حيبقوا جزء من الحوافز ان اي مصنع ييجي في هذه القطاعات عايز يعمل مصنع جديد حيتمتع بالاعفاءات الضربية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي هتبقى من 3 ل 5 سنين طالما انه هيعمل مصنع في هذه النوعية من الصناعات اللي احنا كنا بنستوردها عشان اقلل من فطورة الاستيراد بتاعتي على الثلاثة اربع سنين الجاية احنا هنطلق بالفعل انتهينا من اعداد برنامج صناعة السيارات وستراتيجية توطين صناعة السيارات وحتطلق قبل نهاية شهر مايو اللي بتتشتغل على اربع محاور اساسية عشان نقدر ان احنا نشجع الاستثمار الاجنبي في قطاع البيئة هنطرح مشروعات كبيرة ومتحددة في موضوع مراكز البيانات او الداتا سنتر مشروعات شبكات نقل البترول والغاز والتوسعات في محطات اسالة الغاز ابراج شركات الاتصالات واعادة تأهيل محطات الرياح دي كلها مشروعات احنا هنعلنها للقطاع الخاص انه يدخل فيه استثمار اجنابي فيها الجزء الاخر واللي ممكن طلبناه وضيما هو ده شكوى من الناس وقلق انت هتعملوا في الدين رايحين فين الدين بتاعنا رايح فين احنا محددين خطة واضحة ازاي نخفض الدين بتاعنا للاربع سنوات القادمة وعايز اقول لحضراتكم ان احنا بالنسبة للدين الخارجي احنا الحمد لله دلوقتي الدين الخارجي واحد وتسعين في المية من الدين الخارجي هو ديوم متوسطة وطويلة الاجل يعني ممكن تصل الى فترات زمانية كبيرة وبالتالي هي ليست ضغطة على الدولة المصرية النهاردة ولا بكرة ولا في خلال هذا العام في جزء منها تمانية وتمانية من عشر فقط هو اللي منطلق عليه ديون قصيرة ولكن الغالبية العظمى من الدين الخارجي بتاعنا هي ديون طويلة وفي جزء كبير منها قروض ميسرة من خلال وزارة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية التنموية لكن خلينا نقول طب احنا اجمالي الدين العام بتاعنا الدين العام بقى مش الدين الخارجي الدين العام كل تحكومة دين الحكومة احنا مصر دلوقتي وصلنا الى 85% من الناتج المحلي بتاعنا لكن في دول تانية يعني بدون ذكر اسماء ارقامها بتتجاوز الرقم ده بكتير احنا ما زلنا بنعتبر نفسنا في الشريحة المرتفعة واحنا بنقول هذا الكلام واحنا عارفين ان احنا ما زلنا في الشريحة المرتفعة لكن خطتنا ان احنا ننزل في الاربع سنين الجاية لغاية عشرين ستة وعشرين من خمسة وتمانين وتمانية من عشر يعني ستة وتمانين ننزل لخمسة وسبعين في المية يعني يبقى الدين كنسبة من الناتج اقل من خمسة وسبعين خمسة وسبعين في المية الاقتصاديين عارفين يبقى انت كده وصلت لمعدل استقرار ولا يوجد لديك اي مخاطر وبالتالي هو ده اللي احنا شغالين عليه ان الدين بتاعنا الدين العام ينخفض لخمسة وسبعين في المية في سنة ستة وعشرين اطالة عمر الدين بحيث يبقى الدين كله كمتوسط خمس سنين على الاقل وتحقيق فائد اولي في الميزانية بتاعتنا يبقى تنين في المية يبقى دايما لان هو الفائد الاولي هو اللي بيؤدي الى تخفيض الدين وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي بحيث يكون ستة في المية فقط من الناتج المحلي برضو في العام المالي خمسة وعشرين ستة وعشرين دي كانت توجهات فخامة الرئيس سيتحط خطة واضحة الحكومة تشتغل عليها وتتحاسب عليها لمدة اربع سنين للتعامل مع هذا الموضوع عشان كده انا بقولها لحضراتكم ده كان شكل الدين بتاعنا وعايز اواري حضراتكم ان احنا استطعنا ان احنا ننزل بمعدلات الدين من في الفين وستاشر كان نسبة الدين بتاعنا للناتج كان مية وثلاثة في المية يعني كان الدين اعلى من الناتج مع الاصلاح الاقتصادي ابتدى ينزل ولولا كورونا والازمة هي اللي خلتنا تاني زدنا بعد ما كنا وصلنا 81% اضطرنا ان نطلع التاني ل85% غصب بسبب الاعباء الكبيرة اللي قدت الى ان كورونا عمل التأثير كبير علينا في كل اجراءاتنا ولكن زي ما بقول لحضراتكم احنا النهاردة بنستهدف ان عمر الدين كله يطول ان احنا نحقق فائد اولي احنا مع كل الضغوط اللي احنا فيها ان شاء الله احنا نحقق السنة دي فائد اولي لن يقل عن 1.2% من الناتج ولكن نستهدف في السنين الجاية يتزايد بحيث يبقى في حدود ال 2% ان شاء الله عجز الموازنة ان احنا نخفضه الى ان شاء الله 6.2% هذا العام وحنبدأ ناخده ان هو ينزل ونصل الى ارقام ممكن تصل الى 5% في الاربع سنين الجاية كل دي ارقام انا عايز اقولها مستهدفات واضحة الحكومة بتحطها وبتعلنها علشان نشتغل عليها احنا النهاردة يعني في اطار توفير موارد غير تقليدية من العملة الاجنبية هنطرح في خلال الفترة القادمة ان شاء الله موضوع السقوك السيادية ودي اللي هتبقى الاول مرة مصر تنطلق في هذا الموضوع وايضا زي ما مصر كانت اول دولة في سندات الخضرة ايضا ان شاء الله احنا يمكن نجحنا مع دولة اليابان ان احنا نصدر سندات في اليابان نفسها ودي كانت شهادة ثقة كبيرة وحاليا بنشتغل مع عدد من الدول الاخرى الصديقة عشان نصدر سندات في هذه الدول بتبقى دايما بفوائد اقل من الفوائد التجارية البورصة المصرية بالتوافق مع احنا نعرف تماما حجم التحديات اللي موجودة حاليا في البورصة ولكن احنا النهاردة بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وكل العاملين في البورصة تم التوافق على 21 اجراء بدأ تطبيقهم بالفعل وحيتم تنفيذهم في خلال هذه الفترة القادمة بحيث من شأن هذه الاجراءات انها تزيد من عدد الشركات المقيدة في البورصة وزيادة عدد المستثمرين المحليين والاجانب وإتاحة قليات جديدة جوه البورصة المصرية وتعزيز امكانات ادارة المخاطر لدي شركات الاوراق المالية او السمصرة وازاي ان احنا نزود احجام السوق المصري ونضاعف هذا السوق في خلال العامين القادمين احنا يمكن مستهدفين واحنا بنعلنها انه هيبقى هناك ضمن برنامج الطروحات اللي هيبقى في البورصة في عشر شركات تابعة للدولة منهم اجزاء من قطاع الاعمال وايضا شركتين تابعين القوات المسلحة هيبقى بقبل نهاية هذا العام يتم طرحهم في البورصة المصرية احنا النهاردة بنتكلم وبنعلن عن خطة واضحة جدا هنبدأ نشتغل عليها هيتم دمج اكبر سبع مواني مصرية تحت مظلة شركة واحدة والشركة دي هتطرح نسبة منها في البورصة ايضا الفنادق المميزة جدا في مصر اللي تعتبر من افضل الاصول اللي موجودة برضو هيتم دمجهم تحت شركة واحدة يتم تقييمها بصورة من خلال بنوك استثمارية دولية وايضا نطرح نسب منها في البورصة للمصريين علشان ان هما يدخلوا او المستثمرين ايضا يبقى بنسب ويشاركوا ونوسع ملكية وحوكمة ادارة هذه المؤسسات اللي تابعة للدولة المشروعات الكبيرة للدولة النهاردة بتنفذها في النقل الحديث سواء المونوريل او القطار فائق السرعة او القطار الكهربائي ايضا هتطرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وادارة هذه المشروعات في خلال الفترة القادمة اخر موضوع عشان ما كنتش طولت على حضراتكم طيب مع كل التبعات والكلام ده كله ومتوقع مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الاسعار والتضخم اللي بيحصل بالتأكيد الاسعار عملة زيد طيب احنا كدولة بنتحرك ازاي حضراتكم احنا زي ما قلت لحضراتكم في 130 مليار في الموازنة العام القادم عشان نمتص جزء من هذه الاعباء عن المواطن المصري لان احنا نعي تماما والدولة عارفة ان مستوى دخل الفرد في مصر مختلف عن بقية الدول من الوارد ان الدول اللي حصل فيها تضخم عالي وتحمل الموضوع الفاتورة كلها نزلت على المواطن يمكن عشان راتب المواطن عنده مساحة انه يقدر يستوعب جزء بالرغم ان في دول متقدمة المواطنين النهاردة بيشتكوا بالكامل من عدم كفاية مرتباتهم من تحمل تكاليف المعيش لكن احنا كمصر اتحركنا على ان احنا نخصص جزء كاحتياطيات علشان نعمل هذا الموضوع النهاردة توجيهات سيادة الرئيس ان احنا نضيف 450 الف اسرة جديدة للمستفدين من برنامج تكافل وكرامة هيبدأوا من واحد او بدأوا الاجراءات وحنبدأ التفعيل فعلا من واحد سبعة احنا زودنا الاعفاء الضريب الشخصي 25% بمعنى ان بقى المواطن اللي راتبه 2500 جنيه في الشهر ما بيتخصمش منه جنيه واحد ضرائب في النهاردة موضوع المعاشات احنا بقينا لما حلينا هذا الموضوع علشان اهلينه في المعاشات احنا عندنا 10 مليون مواطن مصري مستفيد بالمعاشات لما بقيت النهاردة الدولة بتحط بند رئيسي في موازنتها وكل سنة بيزيد للخمسين سنة الجاية كجزء من موضوع المعاشات السنة الجاية بنتكلم على 190 مليار جنيه الدولة حتحطها لسنة دي المعاشات عشان تؤمن هذا الموضوع احنا عجلنا باجراءات زيادات المرتبات اعتبارا من شهر ابليرت زي ما قلوه حتحكم ودي كلفتنا ارقام كبيرة كدولة برضو استوعبناها من الاحتياط اللي كنا حطينه في الموازنة بتاعتنا الحمد لله واكيد حركم تابعته في طوال شهر رمضان الدولة كلها بمؤسساتها تحركت في توفير السلع في المنافذ باسعار اقل من قيمتها اللي في السوق العادي وايضا توزيع ما نطلق عليه شنط رمضانية كانت بتوزع للمواطنين علشان وتوجهات سيادة الرئيس ان الموضوع ده يستمر في الفترة القادمة وان دايما تبقى الاسعار اقل من اسعارها اللي بقت التجارية الامح ويمكن حضركم اكيد تابعته اللي بيحصل احنا الدولة المصرية الحمد لله وده كان جزء من المشروعات القومية انا بس عايز اقول لحضراتكم معلش انا ياسف زي كنت طولت على حضراتكم ولكن ده شيء مهم عشان كلنا كمصريين نبع عارفين ايه اللي بيحصل في بلدنا احنا كان المساحة المزروعة من خلال المشروعات القومية الاخرى تاني اللي بقول عليها مشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في توشكا وشرق العوينات والدلتة الجديدة وسينة وغرب المينيا مشروعات دي اللي مكنتنا ان احنا نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا وبالتالي نزيد من مساحة المزروعة للامح احنا السنة دي لأول مرة في تاريخ مصر متوقع اننا نصل الى عشرة مليون طن امح انتاج بزيادة يعني مليون طن فقط عن السنة اللي فاتت احنا طبعا كان خدنا اجراء مهم جدا وعايز اقول لحضراتكم الاجراءات دي كلفتنا ستة وتلاتين مليار جنيه عبارة عن ايه ان احنا زودنا تمن توريد طن الامح للمحلي السنة فاتت كان سبعمية او سبعمية وعشة زودنا تمنمية وعشة وبعد كده بتوجيهات فخامة الرئيس زودنا حافز اللي حضركم على الفين والتوريد اللي هو بخمسة وستين جنيه بقى بنتكلم متوسط تمنمية خمسة وسبعين بالاضافة الى استوعبنا الزيادة اللي حصلت في الامح الاجنبي اللي زاد زي ما وردتكم في البداية من متين وشوية يعني للطن الى ربعمية خمسة وتلاتين استوعبنا عندنا اجمالي الكلام ده كله كام على الدولة ستة وتلاتين مليار جنيه الدولة تحملتهم احد اهم المشروعات القومية اللي الدولة برضو اشتغلت فيها تطوير الصوامع والشوان اللي مكننا ان بقى عندي قدرات تخزين النهاردة خمسة ونص مليون طن طب هو الرقم ده كان قبل 2014 كام كان واحد واربعة من عشر طب لو ما كنتش عملت الصوامع كان حيب عندي قدرة ان انا استوعب الامح اللي موجود النهاردة اللي انا بالنهاردة اعلنت ان انا مستهدف اخد الخمسة ونص مليون طن من الفلاحين الخمسة ونص مليون طن دول بيروحوا فين بيروحوا للخبز المدعم اللي الدولة المصرية مع كل برضو الضغوط والزيادات حافظنا على سعره في الفترة اللي فاتت لكن النهاردة وده برضو كانت خطوة شديدة الاهمية الدولة خدتها وانفقت عليها ان نؤمن دايما يبقى عندي احتياط استراتيجي من السلع لا يقل عن اربع شهور واحيانا بيزيد عن ستة احنا الامح واحنا واقفين النهاردة وانا باعلنها للعالم كله لدينا احتياطات بالجزء اللي بدأنا يعني ان نجمعه من المحصول المحلي اربع اربع شهور وان شاء الله يا رب وتستمر عملية يعني توريد الامح المحلي هيكفينا لغاية اخر العام الميلادي وبالتالي لن يكون لدينا ازمة في القمح ان شاء الله يا رب باذن الله الزيت عندنا النهاردة ما يقرب من ستة اشهر الارز الدواجن اللحوم كل دي النهاردة الدولة كانت حريصة انها تبقى عندي احتياطيات عشان ما يحصلش اي قلق والمواطن ما يشعرش ان فيه سلعة بتنقص اسعار زادت غزبا عننا لان ده العالم كله زادت فيه اسعار لكن بقدر الامكان انا بشيل جزء وبحمل المواطن جزء من هذه الزيادة زي ما قلت لحضراتكم الخبز المدعم الدولة تحملته طوال الفترة الماضية والنهاردة فيه واحد وسبعين مليون مواطن بيستفيدوا من الخبز المدعم اسعار الاسمدة اللي وصلت النهاردة سعر الطن اربعتاشر الف جنيه احنا النهاردة بنديب اربعة تلاف ونص يعني ما زال فيه دعم عشر تلاف جنيه في طن الاسمدة ويمكن اكتر من نص الانتاج المحلي النهاردة من كل السماد بيروح لاصحاب الحيازات الصغيرة الفلاحين الصغيرين هم اللي بنديهم هذا الدعم الفترة الجاية ان شاء الله بنتوسع اكتر في المناطق اللوجستية عشان يبقى عندنا حركة التجارة المحلية اكبر ونضمن افضل طريقة للتوسع فيه عملية توريد المواد الخام والسلع التموينية وتبقى متاحة لكل المواطنين في خلال الفترة القادمة انا عايز اختم اقول بحاجة مهمة جدا الحمد لله مع كل الازمات العالمية الغير مسبوقة اللي مرت بالعالم على مدار نقدر نقول له دخلنا في ثلاث سنين منذ بداية ازمة كورونا لغاية وقتنا هذا مصر كانت قادرة على تخطي والصمود في وجه هذه الازمات وان شاء الله باذن الله بكل جهدنا وبدعم كل المصريين هنكون قادرين على تخطي الازمة الحالية باذن الله وباذن الله مصر هتبقى تستمر في معدلات النمو لصالح الشعب المصري في خلال المرحلة القادمة انا بشكر حضراتكم وقاسف اذا كنت قطلت على حضراتكم اشتركوا في القناة